اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة قصة قصيرة النهاردة نتكلم عن امام دار الهجرة مالك ابن انس بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يلا نبدأ اتولد ابو عبد الله مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي الحمياري المدني في سنة 93 هجريا وخلي بالك ده مش ابن الصحابي انس ابن مالك ده ده شابه اسمه مش اكتر وقيل ان جده ابو عامر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان ولادته في المدينة المنورة وهو ثاني الائمة الاربعة وكان الامام ابو حنيفة من اصحابه وانتشر المثب المالكي في المدينة وانتشر في الحجاز وانتشر في افريقيا من مصر للمغرب وبعد كده للاندالس وكان من اشهر تلامذته الامام الشافعي اللي انشأ المثب الشافعي وهنعمل عنه حلقة انشاء الله ومن اشهر كتب الامام مالك الموطع وشاع بين الناس في المدينة ما قولت لا يفتى ومالك في المدينة العبارة دي تقالت لما في يوم من الايام كانت فيه واحدة مغسلة بتغسل ميتة ولما مرت على عورتها قزفتها فالتسقت ايدها في عورة المرأة الميتة وافتى من افتى بقطع ايدها وبعد كده تعرضت المسألة على الامام مالك وسألها من وراء الحجاب وقال لها ماذا قلتي في حق الميتة قالت قلت طالما عصى هذا الفرج ربه فقال مالك هذا قزف فجلدوها ثمانين جلدة تتخلص يدها فجلدوها وتخلصت ايدها فعلا وبعد كده شيعة العبارة لا يفتى ومالك في المدينة توفى الامام مالك سنة 179 هجرية واتدفن في البقيع عن عمر ناهز 86 سنة رحمه الله وبكده خلصت حلقتنا النهاردة واشوفكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة